اشتركوا في القناة على الصحافة والاعلام الوطني لموصلة الاهتمام بقضايا البيئة وتعزيز الرسائل والمضامين التي ترتقي بواعي الفرد والمجتمع تجاه القضايا البيئية وتأثيراتها تماشيا مع ما تقوم به مملكة البحرين من خطوات في هذا المجال الحيوي كما نوه المجلس بمناسبة يوم الصحافة البحرينية بالدور المميز للكوادر الوطنية في المؤسسات الصحفية والاعلامية في المسيرة التنموية وبمناسبة صدور الأمر الملكي عن حضرتي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بفضل دور الانعقاد الثاني من الفصل التشراعي السادس لمجلسي الشورى والنواب فقد نوه المجلس بما تحقق على صعيد مسارات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشراعية وعملهما التكامل من أجل تحقيق المزيد من الانجازات على صعيد مسيرة التنمية الشاملة ثم أكد المجلس على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة في ظل ما تحطى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وذلك في ضوء الإشادة بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله إلى المملكة المتحدة الصديقة ولقاء السموه مع صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية رئيس الكومنولث وحضور سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مهرجان وينزور الملكي للفروسية كما عرب المجلس عن شكره لجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال منوها بالمشاركة الفعالة لمملكة البحرين في مهرجان وينزور الملكي للفروسية كما هنأ المجلس الفريق الملكي للقدرة وفريق البحرين لقفز الحواجز على نتائج المشرفة التي حققوها في مختلف منافسات المهرجان وما قدموهم من مستوى تنفسي عال وأداء مشرف منوها بما يبتلكه فرسان البحرين المشاركين في المهرجان من مهارات وقدرات عالية مصدرها شقفهم بهذه الرياضة الأصيلة وحبهم لحصد الإنجازات التي تضاف إلى سجلات مملكة البحرين وتواصل إبراز مكانتها على خارطة السباقات الخيل الدولية مشيدا بما يظهر بما ظهر عليه مهرجان وينتسور الملكي للفروسية من حسن إعداد وتنظيم بعدها أعرب المجلس بمناسبة اليوم العالمي للتمريض عن شكره للكوادر التمريضية من أبناء البحرين العاملين في مختلف المؤسسات الصحية على جهودهم المقدرة في تطوير الخدمات الصحية والعلاجية وضمان أن تكون وفقا على معايير الجودة ثم أعرب المجلس عن أصدق تعزيه ومواساته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية شقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية شقيقة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم العائلة الملكة الكريمة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء بعد ذلك عرب المجلس عن أصدقي تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة سمو الشيخ طحنون بن محمد ألنهيان ممثل الحاكم في منطقة العين رحمه الله داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة ألنهيان الكرام والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء بعدها قرر المجلس ميالي الموفق على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مستجدات أداء مملكة البحرين في التقارير والمؤشرات التنفسية ذات الأولوية مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول الإجراءات التنظيمية للخدمات الإسكانية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة وثلاثة اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب بعدها استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير شؤون المجلس الوزراء بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة سجلات وتواصل وبنايات للفترة من يناير لغاية أبريل 2024 بالمقارنة مع ذات الفترة خلال العام 2023 ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي أهم الموضوعات التي تم بحثها خلال مشاركة وفد مملكة البحرين في الملتدى الاقتصادي العالمي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة نتائج المشاركة في عمال الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي نتائج المشاركة في عمال قمة سي ثري دافوس للرعاية الصحية نتائج زيارة رسمية لسعادة وزيرات الصحة إلى المملكة المتحدة الصديقة نتائج المشاركة في الاجتماعات الوزارية لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجالات التجارية والصناعية ترجمة نانسي قنقر